هذه الصور هي سبة في جبين العالم والحقيقة أنه المؤتمر القمة العربي الإسلامي الذي عقد فيه الرياض منذ أشهر تحدث فعلا عن كسر الحصار وأنا أتمنى أن أرى عملا جماعيا عربيا في إطار كسر الحصار لأنه لا يمكن أن نبقي الشعب الفلسطيني تحت رحمة القواعد الإسرائيلية الصارمة لدخول المساعدات من معبر رفح أو من معبر كرمة بوسالم وحنفتش ده ونعدي ده وما نعديش ده أو أنه المنظمات الدولية بعتت إيه أو ما بعتتش إيه لا يمكن أن نبقي الشعب الفلسطيني تحت رحمة مجتمع دولي مزدوج المعايير لا يرى هؤلاء بشر لا يرى هؤلاء الأطفال يستحقون الحياة لا يرى هؤلاء الأطفال يستحقون الأمل أنا مش أدرة أتخيل لهذا المشهد كيف لا يؤرق كل يعني زعيم دولي موجود في العالم مش أتكلم على بايدن لكن أتكلم على كل العالم كيف لا يؤرقهم هذا المشهد هو يؤرقنا طبعا يؤرقنا نحن كعرب وكمسلمين وهنا علينا دور آخر كعرب وكمسلمين اتخذنا قرارا بكسر الحصار اتخذنا مجموعة من القرارات في هذا المؤتمر العربي الإسلامي منها أن يكون هناك وفد من وزراء الخارجية يجو بالعالم وهذا حدث وهذا أثر وغير كثيرا في المواقف الدولية وهذه الصور أثرت في المواقف الدولية لكن هذا المشهد المتصاعد من الألم من الجوع من المرض من الحالة اللا إنسانية التي تحدث في غزة لا بد أن يقابله موقف عربي أكثر صرامة أكثر قدرة على المساعدة لا تنتظر العالم العالم أصم وأبكم لا تنتظر العالم هذا عالم مزدوج المعايير هذا عالم لا يرانا أصلا لا يرى إلا أوكرانيا لكن هنا بقى قصة القرار بكسر الحصار هو قرار مهم هو قرار إنساني على الأقل ندخل للناس دي تاكل وتشرب وتعيش على الأقل إذا كنا لا نستطيع وقف إطلاق النار يعني مصر تعمل بجهود كبيرة ليدخال مساعدات لاستقبال جرحة للعمل على وقف إطلاق النار في أسرع وقت يعني في أمور كثيرة جدا لكن أين الجهد العربي الجماعي الإسلامي لكسر الحصار؟ لو دخلت مصر بس يعني مش كفاية إحنا محتاجين مجموع عربي إسلامي كده يدخل بقوافل ونشوف بقى إسرائيل حتضربها ولا لأ بس لا يمكن أن نترك هؤلاء الناس تحت رحمة من لا يرحم من لا يموت في غزة تحت القصف يموت من الجوع والمرض ده مشهد لا يمكن قبوله مشهد إنساني لا يمكن قبوله إذا قبلوا العالم إحنا كمسلمين كمسيحيين كعرب لا يمكن أن نقبله الحقيقة إن هذه صور من أبشع الصور يعني إحنا شوفنا بعدنا 14 عايشين في كابوس غزة في كابوس ما يحدث في غزة لكن المشهد ده التدافع علشان ناخد حب الدقيق لقمة عيش شوية مية ده مشهد لا إنساني لا إنساني الحقيقة ترجمة نانسي قنقر